أعلنت السلطات اللبنانية رفع سعر الخبز المدعوم وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في ثالث زيادة تمس سعر هذه السلعة الأساسية منذ يونيو الماضي وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية قالت أن سعر ربطة الخبز ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف في أقل من نصف عام معنا من بيروت الصحفية الاقتصادية محاسن مرسل أهلا وسهلا بك محاسن معنا دائما عبر سكانيوز عربية بداية لما تضطر السلطات اللبنانية إلى رفع سعر الخبز وزارة الاقتصاد قالت أنه بسبب تدهور العملة الوطنية كيف ولماذا وما المتوقع في الأيام الأسبوع المقبلة نعم مساء الخير كارولينا لك والمشاهدين يعني عزت وزارة الاقتصاد بسبب ارتفاع سعر القمح عالميا وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لذلك لجأت منذ بداية العام تقريبا إلى رفع تدريجي لسعر ربطة الخبز وإلى تخفيض وزن ربطة الخبز ولكن للأسف الشديد هذا الأمر مفتوح يعني لن يقتصر فقط سعر ربطة الخبز على 3000 ليرة لبنانية سنشهد ارتفاع تدريجي لسعر ربطة الخبز على أن يقدر بعض الخبراء بأن يصل سعر ربطة الخبز إلى 5000 ليرة لبنانية ولكن نحن نسأل وزارة الاقتصاد كما كل المواطنين أين ذهب الطحين الذي أتى إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وقالوا بأن كمية الطحين التي أتت بصرف النظر عن التخزين السيء الذي حصل للطحين المدعوم أين ذهب هذا الطحين أين ذهبت المواد صحيح نعم صحيح ولكن هناك كميات أخرى من القمح أيضا دخلت إلى لبنان ولكن للأسف بسبب مزاريب الهدر والفساد وزعت هذه الكميات على بعض الأحزاب على أن تقوم الأحزاب باستغلال هذا الأمر لتوزيعه على مناصرينها بسبب طبعا الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي انفجرت بالبلاد نعم كارولينا طب ما المتوقع أيضا في الأيام المقبلة قلت محاسن أن الموضوع لن يقتصر على ربطة الخبز عند هذا الحد سترتفع أكثر ولكن يحكى أيضا عن رفع الدعم عن سلع أخرى نعم نحن بدأنا بمرحلة ترشيق أو رفع الدعم التدريجي أو رفع الدعم المقنع غير المعلن باستثناء طبعا السلة الغذائية التي قال مصري في لبنان بأنه خفضها من 300 سلعة إلى 30 سلعة وأهم من ذلك طبعا هو رفع الدعم عن الكاجو تخيلي معي بأن المجتمع اللبناني يعيش على أكل الكاجو للأسف سنشهد مزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات هناك أسعار سلع ارتفعت ما بين 400 إلى 700% ومع شح الدولار في السوق الموازي عنيت بها سوق الصيرفة بسبب التذبذب بسعر صارف الدولار سنشهد انقطاع للعديد من المواد الغذائية حتى غير المدعومة منها وهذا الأمر بدأ يشكو منه جميع مستوردي السلع الغذائية نحن دخلنا بالمرحلة أو بأول عام الجوع والبؤس في لبنان وهذا الأمر فعلا بات صحيح يعني ما هو غير متوقع أن نشهد الجوع يضق أبواب اللبنانيين ولكن للأسف هذا الأمر حصل لا مفر منه في ظل تجاذبات سياسية وعدم تشكيل حكومة بالحد الأدنى للتخفيف من الارتفاع الوهمي السياسي لسعر صرف الدولار رعلا وعسى يهدأ قليلا ما الذي يحصل في هذه النقطة تحديدا محاسن نعم يعني عنيتي بها ارتفاع سعر صرف الدولار نعم نعم هناك عوامل عدة تتحكم بارتفاع سعر صرف الدولار العرض والطلب الكبير جدا يعني الطلب الكبير جدا في ظل معروض محدود جدا يكاد لا يصل إلى 30 مليون دولار دخول قطاع المصارف ومصرف لبنان على شراء الدولار من السوق الموازي أيضا إعادة فتح البلاد والحاجة إلى استيراد المواد الغذائية وقبل كل ذلك المضاربة بالسياسة يعني هناك تغير بالسعر صرف الدولار هو الارتفاع الوهمي للدولار المتعلق بالسياسة على سبيل المثال للحصر ما حصل في اليومين السابقين يعني عندما صعد سعد الحريري إلى قصر بعبدة انخفض قليلا سعر صرف الدولار عندما خرج وتأزمت الأوضاع مع رئيس الجمهورية ارتفع سعر صرف الدولار من 11 ألف إلى 14 ألف ليرة لبنانية وهذا يعني لا يوجد أي نظرية اقتصادية أو مالية أو نقدية تفسر هذا الأمر نحن اليوم في أزمة مفتوحة في ظل غياب أي رقابة في ظل غياب الحل في ظل غياب إصلاحات بالتالي يعني حتى المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية هو يفكر مرات ومرات بعدم إرسالها إلى لبنان أخوفا من أن تتمسك بها أهل السلطة وتوزعها على محازبيها لذلك للأسف سنشهد الكثير من مظاهر الفقر والجوع في لبنان وقريبا قريبا جدا إضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية وأيضا إلى ارتفاع معدل الجريمة وأيضا إلى ارتفاع معدل السرقات يعني هذا لم نعتده في لبنان أمام هذا الواقع صحيح محسن لكن وبغياب أي أفق لتشكيل حكومة ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها ربما حكومة تصريف الأعمال إلى اليوم يعني هو يعني كما قال ما من أحد يستطيع أن يحمل كرة النار المتعلقة برفع الدعم وما من أحد يستطيع أن يحمل أيضا كرة النار فيما يتعلق بموضوع الاضطرابات الاجتماعية وأيضا هناك كلام بالسياسة عن عدم تفعيل الحكومة يعني من قبل حسان أدياب وهذا الأمر يمتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء أيضا هذه الحكومة هي نفسها عاجزة عن قيام بأي أعمال يعني حكومة فشلت في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو كان مفتاح الحل أو المدخل إلى الحل في لبنان تخيلي معي ماذا ستفعل اليوم في ظل هذا التضييق القناق سواء كان على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو النقدي اليوم الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات ولكن للأسف لكل الاحتمالات السيئة وليس للاحتمالات التي تبشر في الخير شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بيروت الصحفية الاقتصادية محاسن مرسل شكرا جزيلا لك